السؤال بيقول ممكن توضيح عن بطلان الزواج عندنا إحنا المسيحين والزواج المدني لأن إحنا عايشين بأوروبا ومشكلات الزوجية والزواج المدني أكتر من الزواج في الكنيسة لأن قانونيا المدني معترف بيه هل لو تزوج شخص زواج مدني وأنجب هل ينفع للأولاد يتعمدوا ويتناولوا ولا لأ هذا كله للمتزوجين مدني أرجو توضيح هذه الأمور الزواج المدني أنتو حتى بتقولوا الزواج مدني يعني ربنا ملوش الداخلي فيه والزواج المسيحي لازم المسيح له المجد يبقى فيه يبقى في وسطه المسيح هو اللي بيجوزهم والمسيح له المجد بنفسه عشان كده أسس بنفسه سر الزيجة المقدس إمتى لما حضر عرص قانا الجليل حضر بنفسه عرص قانا الجليل شعنان يؤسس بنفسه سر الزيجة المقدس لازم المسيح اللقاء المجدي بقى حاضر في الجوازة لكن المسيح اللقاء المجدي مش حاضر في الجوازة الجواز ندي تبقى تبقى على العالم تبقى شهوات العالم وتبقى الشتان جوازة غير مقدس جوازة غير مقدس ياب factories فالزواج المدني ده أهل العنم بيعملوه لإرضاع شهواتهم توب أنا لو أنا مسيحي فعلا وبعدور على أبديتي توب ليه ما جوزت جواز جوة الكنيسة جواز المدني ده لا بد منه حتى هنا في مصر الائكليلُ بيتعملٍ لازم فيه عقد توصيكه في المحكمة دى المدني لكن فيه أي كنيسة جواز كنيسة فالجوازه عشان يبقى جواز مسيحي واللي الترافين يقدروا يتناولو لازم يتجاوزو جوة الكنيسة اكليل مقدس سر عظيم من أسل الكنيسة السبعة سر الزيجة المقدس �اللي متجاوز في جواز مدنيه لازم يكمل جوازه بالكنيسة بالإكليل المقدس اللي ما بيعملش كده ما اقدرش يتناول لا الزوج ولا الزوجة يقدروا يتناولوا ولو ماتوا من غير ما يتناولوا ميتين ميتين حكموا على شخصهم بالموت الأبدي استفادوا إيه بقى من الجواز لما يخشوا جهنم بعيد عنك المسيئة للمجد قال كده إن لم تأكلوا جذب للإنسان وتشربوا دمه ليس لكم حياة فيكم واللي ما قالوش حياة يعني ميت واللي ما قالوش حياة ميت واحد ما قالوش حياة يعني ما ميت فاللي ما يتناولش طب وإزاي ده حيتناول هو ولا هي وهم متجاوزين مدني مش متجاوزين كنسي طب ليه كنسي والما جمعه الله لا يفارقه إنسان ده اللي جمعه البشر هم تجمعه بعض هم اللي اختاروا بعضه وعاشوا مع بعضه وجمعه بعض جواز مدني ما لأخلوش ربنا في حياتهم فمش هيداروا يتناولوا إلا بإكليل مقابضة تتعمل لهم فمش هيداروا يتناولوا هم متناولوش حاجة مع نفسهم بالموت يبقى دخلين جهنم حد عائل يعمل كده حد عائل يعمل كده هو ما يخشوا ما يجاوزوا جوا الكنيسة لهم مقتنعين ببعض الكنيسة حتضرهم في إيه ده بيأخدوا بركة همال حيتناولوا إزاي حراب وراتهم في حدن ربنا إزاي ده بيأسسوا بيت للشيطان بعيد عنكم الجاوز المدن ده بيت للشيطان يسكن فيه يبقى بنا يسترها على الناس ويعقلهم فهيهمهم من صحيح من الغلط هل لو تزوج شخص زوج مدنه أنجب هل ينفع أن الأولاد يتعمدوا يتناولوا ولا لا؟ آه طبعا ينفع ينفع طبعا الأولاد زنبهم إيه الأولاد بل هم مش أي زنب يا حباء طبعا ينفع جدا جدا لو قدروا ياخدوهم يعمدوهم ويخلوهم يتناولوا ده حاجة كويسة جدا يمكن يكون الأولاد دول سبب بركة ليهم ويتشدوا للكنيسة ويطلبوا من أبونا نعملهم إكليل وهم متجاوزين كده ومخلفين آه ممكن جدا جدا هم وولادهم في حضن الكنيسة ياريت لكن الأولاد مفيش باية منع المسيح المجد اللي قال قال دعوا الأولاد يأتون إليه ولا تمنعوهم ده مش كلامي أنا ده المسيح بنفسه قال له المجد دعوا الأولاد يأتون إليه ولا تمنعوهم لأن لمثل هؤلاء ملكوت السماوات فالأولاد بل همش يزنب أبدا في أنهم ما يتناولوش أو ما يتعمدوش لا يتعمدوا ويتناولوا ويمكن دلح ان شاء الله يكونوا سبب بركة لابوهم ومموهم إن ضمائرهم تبكتهم وتخليهم ممو كمان يشتاقوا للتناول يشتاقوا ياخدوا جسر المسيح ودمه يشتاقوا لحضور أداس ويتمتعوا بيه ويتشدوا إن شاء الله ويتلوم نابوهم يعمل لهم إكليل مش ضرور إكليل في الكنيسة يعني في السر في قاعة في الكنيسة في أي حاجة في وقت ما فيهوش حد يعني ما عزموش حد ولا حاجة يعمل لهم إكليل يتعمل لهم إكليل ويبقى كويسي لك الأولاد طبعا ياريت يتناولوا ياريت يتعمدوا عشان يتناولوا ويبقوا في حض الكنيسة من صغرهم وربنا يحفظهم من الشرير أولادي السؤال بيقول سلام يا بونا سلام ونعم أنا سيدة عمري 62 عام محتاجة من قدسك طلبة صلاة لنتعبان على طول أنا وأختي باخد أدوية كتير جدا ومش بنام أرجوك صلي لي أنا بموت ولو في خطايا أنا مش قادر أعترف بيها أعمل إيه وخصوصا أنا عايشة في كندا والمجتمع هنا صعب أعمل إيه أقول لك يا بنت الله يحلك عن كل خطيئة أنت عملتيها الله يحلك يا بنت عن كل خطيئة عملتيها بس تبدأي حياة حلوة ومقدسة مع المسيحة للهو الماجد كأنك خرجة من المعمودية دلوقتي المسيحة للهو الماجد قال كل ما تحلوه على الأرض يكون محلول في السماء كل ما تقول لكم مربو وأنا بقول لك الله يحلك يا بنت سابعة بسابع إيه بس تبدأي بقى ترفي وتناولي بقى بعد كده وواصبع على صوام الكنيسة وعلى الصلوات وعلى صلاة المخدع وراءة كيمة الله الحياة وتعيش بباية حياتك لربنا وربنا يفرح قلبك وينجح طريقك بني الله معاك